اشتركوا في القناة وسهلا بك يا شهر الرحمة والغفران لقد اقبل علينا شهر البركة والخير وشهر العبادات مرحبا برجب فرحت بقدومه فرحا شديدا لانه يخبرنا ان هلال رمضان قد اقترب ليس بينهما الا شعبان بعد ذلك سيقبل علينا رمضان شهر تنزل فيه الرحمات والبركات وفيه ليلة خير من الف شهر اللهم لا تمتنا الا وبلغتنا رمضان اللهم ارزقنا التأدب مع رمضان ورجب وشعبان ووفقنا فيهم للصيام معظم الاخوة المسلمين في بيئة مركز الدعوة الاسلامية يصومون رجب وشعبان كله نعم صدقوني فيما اقول لان لها فضائلا عظيمة عن سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ان في الجنة نهرا يقال له رجب اشد بياض من اللبن واحلى من العسل من صام من رجب يوما سقاه الله عز وجل من ذلك النهر كما ذكره الامام البيهق في شعب الايمان يقول سيدنا ابو قلابة رضي الله تعالى عنه في الجنة قصر لصفام رجب اللهم اسكن هذا القصر واشربنا من نهر رجب الذي هو احلى من العسل واشد بياضا من اللبن اسأل الله تعالى ان يزقني وإياكم ذلك قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صوم اول يوم من رجب كفارة ثلاث السنين والثاني كفارة سنتين والثالث كفارة السنة ثم كل يوم شهرا انتهى الحديث معنى الكفارة هاهنا النصيام يكفر الصغائر